ايام من تصريح وزير الطاقة والنفط الباكستاني مصدق مالك عن قيام باكستان بمساع موسعة للحصول على اعفاءات من العقوبات الامريكية في شأن مشروع خط اموبيل غاز الايراني الباكستاني بهدف تمكين باكستان من استكمال المشروع داخل اراضيها جاء الردو الامريكي بالرفض بذريعة ان هذا مشروع يعد خطرا وتجب دراسته مجددا قبل بدء باكستان العمل به وفق الادارة الامريكية العقوبات الامريكية هي السبب الرئيس في عدم استكمال المشروع باكستان حاولت وتحاول الخروج من تحت هذه العقوبات وذلك من خلال ايجاد موقف سياسي امريكي داعم للمشروع ولا يفرض عقوبات على باكستان وايران لان هذا المشروع سيمثل دعما ووفرة لقطاع الطاقة في باكستان وتسعى باكستان الى تفعيل مشروعات تجارية بينها وبين ايران كمشروع السكك الحالدية التجارية فضلا عن الاستفادة من موارد الطاقة الايرانية التي تراها باكستان حلا مباشرا لازمة اتفاع تكلفة الطاقة في البلاد ولا سيما في ظل الشروط القاسية لصدوق النقد الدولي والتي ادت الى زيادة الضريبة على قطاع الطاقة وتاليا رفع تكلفة الانتاج بنسب كبيرة المشروع الايراني الباكستاني مشروع بين دولتين اسلاميتين وجارتين والتدخل الامريكي غير مرغوب فيه ويبدو ان امريكا لا تريد ان تحصل باكستان على غاز مخفض وان تزداد العلاقات الباكستانية الايرانية قوة هي تخشى ذلك وكان قد بدأ العمل على مشروع انبوب الغاز الطبيعي الايراني الباكستاني عام 2011 لتوليد الغاز من ايران الى باكستان من خلال بناء انبوب يصل طوله الى 3000 كيلو متر لتوليد نحو 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا الا ان الضغوضات الامريكية حال دون اكمال المشروع وعدم تمكن باكستان من استكمال بناء الانبوب داخل اراضيها بعد مصادقة الحكومة الانتقالية السابقة على بدء العمل في المشروع الايراني الباكستاني تصل حكومة الحالية الى ايجاد البيئة السياسية والدولية اللازمة لاستكمال العمل على مشروع الذي يشكل احد اهم موارد الطاقة لباكستان وحلا اقتصاديا لكلفة الطاقة المرتفعة بكر يونيس اسلام اباد الميادين